هولاكو هو حفيد جنكيز خان الحاكم المغولي الشهير الذي استطاع احتلال معظم بلاد جنوب غرب آسيا وكان السبب الرئيس وراء دمار خلافة العباسية وانهيارها شخصية قاسية تحقد على المسلمين تلقى تعليمه على يد كاهن المسيحي ومع ذلك لم يدخل في النصرانية أبدا إلا أنه كان مواليا لهم وكان يدعمهم ويحميهم وكانت زوجته لقوز خاتون نصرانية الديانة وقيل إنها السبب الرئيس في حقده على المسلمين بامتياز ترام الحكاية سأحكي لكم الحكاية أنا هايدي يسري أهلا بكم فضاهلاكو على الخلافة العباسية عندما أرسل إلى الخليفة المستعصم بالله يتهدده ويتوعده ويطلب منه الدخول في طاعته وتسليم العاصمة وعندما رفض الخليفة الانصياع هنا حاصر هولاكو بغداد ودخلها عام 1258 للميلاد ودمر مكتبتها العظيمة ونكل بالخليفة المستعصم بعد أن استعان بالشيعة للإيقاع به بعد ذلك كونه كانت عين هولاكو على دمشق ولما وصلت الأنباء باقتراب المغول منها هرب الملك الناصر يوسف الأيوبي مع قواته تاركا مدينته لمصيرها المحتوى لم يكن أمام أهالي دمشق سوى تسليم مدينتهم حتى لا تلقى مصير حلب التي اكتسحها هولاكو فسار عدد من أعيانها إلى زعيم المغول يقدمون الهدايا ويطبون منه الأمن والأمان في مقابل تسليم مدينتهم فقبل هولاكو بذلك ودخل المغول المدينة في يوم الأحد الثاني من شهر فبراير عام 1260 للميلاد وقبل أن يغادر هولاكو الشام أرسل رسالة كلها تهديد ووعيد للممالك يدعوه فيها إلى الاستثنام وإلقاء السلاح وأنه ناجد من المقاومة أمام قوة كتب النصر لها دائما وأبدا غير أن السلطان قطز لم يهتز لكلمات هولاكو بل وخرج ليخطوه في الجيش ولم ينتظر قطز قدوم المغول وخرج بجميع عسكري نصر في ذلك الوقت ومن انضم إليهم من عساكر الشام وغيرهم من المصريين بقلعة الجبل في القاهرة والتقى الفريقان في موقعة عين جالوت بفلسطين وانتصر المسلمون على المغول ومحوا الجيش التتاري المهاجم عن بكرة أبيه بسبب ذهاء المظفر قطز وشجاعة الظاهر بيبرس في المقابل حاول هولاكو أن يثأر لهزيمة جيشه في عين جالوت ويعيد للمغول هيبتهم في النفوس فأرسل جيشا قويا إلى حلب فأغار عليها ونهبها لكنه تعرض للهزيمة بالقرب من حمص فارتد إلى ما وراء نهر القرآن أثر تزايم التتاري على هولاكو فرحل عن عمر يناهز 48 عاما ذلك في اليوم التاسع من شهر يناير عام 1265 للميلاد بالقرب من مراغة فرحل على دينه كان رحيله نتيجة إصابته إلى الصرع ودفن في جديرة إسلام في محيرة أورنيا وبني على مرقده قبة في قلعة تلا ترك هولاكو وراءه مملكة فسيحة أضلق عليها بإلخانية فارس وقد خلفه مواشرة ابنه أبقى العالم الطبع مليء بالمفارقات هل كنت تعلم؟ ترجمة نانسي قنقر